ازايكم التوافق المحدود معناه التوافق اللي يعني ايه فيه موارد متاحة يعني انا وانت بنا التوافق مثلا على 3-4 ملفات بس والباقي مختلفين فيه فكلمة التوافق محدود معناها انه العلاقة بين الطرفين علاقة يعني نص نص علاقة ماشي حالك حالك يمشي ممكن كل الناس تتوافق مع كل الناس ممكن بس كده توافق ايه ماشي حالك يعني احنا هنعمل ان احنا بنحب بعض او بلاش بنحب بعض احنا هنمثل ان احنا متقبلين لبعض زي انا كده مثلا وبرج الجدي انا وهو ما بينطقش بعض وبينمثل ان احنا متقبلي مثلا انا وبرج الحوت ما ادانيهم بعيش طالله ولكن كده يعني بعمل احيانا ان انا ايه متقبلهم ومبالعهم لكن التوافق بيبقى توافق محدود ويعني كتير بنختلف وكتير بنضار وباختصار طالما انك عرفت ان فيه توافق محدود ما تتعبش نفسك بقى ايوه وفر على نفسك التعب وفر على نفسك المصاريف وفر على نفسك البنزين وفر على نفسك التاكسي رايح تاكسي جاي اغسل ايدك من هذا الانسان واغسل ايدك من العلاقة ويعني حط في بطنك بطيخ خصيفي ونام وارتاح يأتيك النجاح ومن طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال نمالي وكبر دماغك لانه الدرب في الماء يتحرق لانه الدرب في الماء يتحرق يعني مثلا برج الطقر تيجي تتوافق معه برج ما بيفهمش هو ربنا خلقهم كده برج ما بيفهمش فهمهم محدود استيعابهم بطيخ دماغهم جزم اديمة لو دخلت معه في مهاطرات وفي جدالات وفي انهيقاشات لن تصل الى اي نتيجة ملحوظة ومنموعة وبناء عليه الطوافق المحدود بين الابراج يجب انك ايه تطنشو يجب انك ما تاخدوش في الحزباء طوافق محدود طوافق يعني ما مو اوي يعني مو اوي حلو لا طوافق مش حالك وحطولكم هنا امثلة على الطوافق المحدود انه طوافق ضعيف او ابو كلب او ماشي حالك او عمر الاتنين ما يتطفقوا مع بعض يعني باختصار من الاخر كده لو احنا عرفنا ان الطوافق بين فلان وفلان طوافق ماشي حالك او طوافق محدود او العرض الساري لفترة محدودة او شوية ويتفركشوا او شوية وينفصلوا او شوية ويكونوا عايشين مع بعض في نفس البيت ولكن مو طيجين بعض وما في بينهم اي لغة حوار وما في بينهم اي توافق وما في بينهم اي تفاهم واصلا مو طيجين بعض اصلا ما بيطيجوا بعض اصلا ممكن التوافق المحدود ده ينقلب الى عداوة وهو كده كده ينقلب الى عداوة زي انا كده وبرج الحوت احب اقول لأي حد من برج الحوت يا اخي والله ما ادانيكم والله 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 في سماه انا ما ادانيكم ابدا ما اتطفق معاكم انتوا ناس كده في اتجاه وانا في اتجاه وبالمناسبة العلاقة ما بين برج الاسد وبرج الحوت هو طوافق محدود ولكن الحوت ناشب في مكوت الاسد وما يبغى يفك ناشب يا ولد ناشب لازم خلاص ما يبغى يفك يا بو يا فك فك شوي احنا كبرج الاسد احنا ما نتطفق مع الحيتاء ما نتطفق مع التيران ما نتطفق مع العقارب ما نتطفق مع الجديان خالص ما نتطفق نتطفق مع الجوزاء مع الدلو مع الميزان بشكل كبير ومع القوس ومع الحمال بنتطفق مع الناريين والهوائيين بشكل واضح وبشكل افضع وبشكل اسرع لكن انتوا الله استر عليكم بس يا التر فلو عرفت ان فلان دا وفلان دا لا يتطفقوا مع بعض يعني مثلا اي علاقة كده ماشي حالك يبقى خلاصك شكرا حط في دماغك كده انه ايه نم ورتاح يأتيك النجاح تكبر دماغك خد من عبدالله واتيك العلال كده سيب الدين يتمشي زي ما هماشي لان ما في فايد اعلم في المتبلة مصبح ناسي وكأنك بتزرع في المالح وكأنك بتزرع في الملح وكأنك تسكب المياه على الرمل يعني وكأنك بتنفخ في اربا مقطوعة وكأنك بتأدن في ملطة يعني ولا في اي فايد ولا في اي فايدة من اللي انت بتعمل ولا في اي فايدة فاريح راسك وكبر راسك ما في فايدة قلنا برضو كمان مرة ما في فايدة زي سعد زغلون مالها علاة طلق ما فيش فايدة فراح الدماغك هي الحل بس اشتري دماغك يا اخي في الاسلام والايمان انا جاي من المستقبل من سنة 2070 كده ولا 2090 وجاي اقول لك ما فيش فايدة يعني من ايام سعد زغلون من سنة 1919 قال لك ما فيش فايدة وانا جاي اقول لك برضو ما فيش فايدة ما فيش فايدة كل المحاولات ستكون فاشلة كل المحاولات ستكون خاطئة كاذبة مو بالغصب احنا اتفقنا كتير التوافق مش بالغصب التوافق مش بالغصب التفاهم مش بالغصب ما فيش بالغصب يا اخي ما فيش بالغصب قلنا خلاص ما فيه توافق ما فيه توافق ما فيه اتفاق ما فيه اتفاق انا وانت مختلفين انا وانت مختلفين انت وهو مختلفين انت وهو مختلفين يمشي حالك حالك يمشي. بس عشان ما نعودش بقى نتعب في بعض. ونعود نفشخ في بعض على الفاضي وعلى المليان. يبقى لازم نكون واضحين وعارفين ازاي الكصة رايحة فين والكصة جاي من ايه. وا شكرا.